الساعة واحدة الظهر وماران كان استشفائي ركز فيه الجزء فاني على يعني عمليات الاستشفاء والتخلص من الإجهاد والله يكون فعنهم في الحقيقة في التعامل مع الجزئية دي تحديدا في ظل توالي وتعاقب المباريات وماران ما استغرقش وقت كبير وبعض التدريبات الخفيفة يعني على مدار الفقرات المختلفة لماران النادي بالتالي النهاردة كان فيه محاضرة من مستر بيتسو موسماني للعبين والحديث عن مبرات النصر يوم الاربع ان شاء الله في بطولة كاس مصر مباراة مهمة جدا وعندي جزئية عايز اتكلم فيها بخصوص مبارات النصر بس بعد شوية كمان موسماني بكرة مدي اللعيبة اجاز مفيش مران وده طبقا البرنامج الموضوع للتغلب على الاجهاد اللي بيتعلق بضغط المباريات وبعد بكرة ان شاء الله الفريق يستقنف تدريباته بشكل طبيعي كمان مستر بيتسو موسماني اجتمع مع طبيب الفريق دكتور احمد ابو عبل عشان يطمن على حالة المصابين كمان من ضمن الاخبار محمد هاني وامكانية مشاركته في مبارات النصر بشكل رسمي خلاص محمد هاني خارج هذه المباراة ليه بقى؟ محمد هاني عنده شد في العضلة الضم مدة الغياب هتتحدد خلال 48 ساعة يتم الاعلان عن الفترة اللي حيغيبها محمد هاني بالتالي ده يعني حيبقى غياب مؤثر بصراحة لمحمد هاني لعيب مهم جدا انت عندك في المكان ده مفيش هو بيكا اللي موجود اللي بيلعب مكان محمد هاني في الجزائي دي لكن عندك بعض اللاعبين يقدروا يقدوها بالمناسبة اكرم توفيق ورامي ربيع يعني نتمنى لهم كل التوفيق فيما يتعلق بياسر ابراهيم ياسر بينفز برنامجه التأهيلي وهو عنده تقل في العضلة الضم اصدته اخف شوية من محمد هاني فبالتالي برضو حيتم تحديد المدة الخاصة بغيابه اجيه كمان حيعمل اشعة تانية النهاردة على العضلة الخلفية احنا عارفين ان هو اتصاب امبارح وهي الخسارة الوحيدة من هذه المباراة بالامس لتحديد حجم الاصابة ومدة الغياب خلال الساعات القادمة وممكن البعض يقول لك طب ليه اجيما لا يحنهوش امبارح ما ولعب وما تشطر بعد يا جماعة احنا نسين ان اجيما كانش في التوقف الدولي موجود مع منتخب نجارية ما عندوش اجهات بدني فكان طبيعي او ان هو يلعب امبارح حاله حال بدر بنون برضو نفس الجزئية وانت مهم ان انت تلاعب اللاعبين اللي انت محتاجهم بشكل مستمر طالما هم عندهم كست كافي من الراحة طيب والتر بواليا تعافى من الكنف وش رجله خلاص تمام بس عنده الام في المعدة فبالتالي غاب عن المباراة بالامس وهيتعمله بعض الفحصات التبية ناصر مهر عنده شوية برد كده واكتفى بالتأهيل والجري حوالي الملعب دي اهم واخر الاخبار اللي تتعلق بالفريق ودي لقطات من مران النهاردة بالمناسبة اللي حضراتكم بتتبعوها خلال هذه اللحظات طيب عندي بعض النقاط اللي حابب اتكلم فيها برضو ويطب